ملفنا الأول اليوم طبعا عندنا ملفين ملف الأول ناقش حجم التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ودولة تركيا وتسارع أيضا وطيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين لرفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 75 مليار ريال سنويا ناقذ هذا التقرير وبعد ذلك نعود للتعليق على هذا الموضوع مثلت الاتفاقية المبرمة بين المملكة وتركيا عام 1073 ميلادية خريطة عمل لتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقد تشكلت على ضوء الاتفاقية إنشاء لزنة المشتركة وتعسيس مجلس الأعمال السعودي التركي وأسهم تطابق الرؤى الاقتصادية بين البلدين في تشديع إنشاء الشركات المشتركة وتوقيع مجموعة من الاتفاقات الثنائية التي مثلت الإطار القانوني للتبادل التجاري الذي وصل إلى 30 مليار ريال سنويا وشهدت الثلاث عقود الماضية دورا رائدا للصندوق السعودي للتنمية في توفير تمويلات ميسرة لعدد من المشروعات والبرامج التنموية في تركيا كما مكنت العلاقات الثنائية بين البلدين من زيادة عدد الشركات السعودية في تركيا إلى 700 شركة مقابل 200 شركة تركية في المملكة وقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا منها 41 مشروعا صناعيا و118 مشروعا في مجالات مختلفة ومع رؤية المملكة 2030 واستهداف تركيا لرفع ناتجها المحلي تتسارع وطيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين لرفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 75 مليار ريال سنويا شكرا لزملاء على هذا التقرير الحديث عن هذا الموضوع سألني ترحيب ضيوفي لهذه الحلقة من الستوديو رحب الدكتور علي بو خمسين رئيس مركز التنمية والتطوير الاستشارات الاقتصادية مرحبا فيك دكتور علي أهلا وسأل حيك الله رحيك وأيضا أرحب عبر الأقمار الصناعية من المدينة المنورة الأستاذ مازن رجب عضو مجلس الأعمال السعودي التركي مرحبا فيك أستاذ مازن مرحبا فيك أستاذ مازن يبدو أنه في مشكلة في الصوت بس تصرحون الصوت زملائنا في المدينة دكتور علي أرحب فيك في البداية يلي تحدثنا عن العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية وما بين تركيا الاقتصادية وحجم التبادل أيضا يلي تعطينا رأيك فيك في البداية أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة أهلا بمشاهدين قناة الإخبارية السعودية الواقع أنه مسيرة العلاقات التجارية بين المملكة وتركيا وبدت من ما يقارب من ثمانين عاما تقريبا من عام الف وتسعمية وتسعة وشرين وأخذت هذه العلاقة الحقيقة في البداية شكلها الطبيعي كدولتين إسلاميتين كبيرتين في المنطقة وذات عمق تاريخي كبير ولكن في الفترات الأخيرة في السنوات الأخيرة مع بدايات في نهايات عهد الملك الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله وبداية زيارة خادم حرمين الشريفين حين ذاك البلك سلمان حينما كان وليا للعهد بدت العملية تأخذ مسيرة تصاعدية كبيرة جدا بدت تبرز على الساحة مدى التطابق في التنسيق بين السياسات الاقتصادية بين المملكة وتركيا الاقتصاد التركي بدأ ينمو نمو كبيرا ومزدهرا كما هو الحال في الاقتصاد السعودي الذي خطأ خطوات كبيرة في واقع الحال تزامن نمو الاقتصادين بشكل كبير وبروزة بثقل إقليمي كبير هذا أدى إلى أن تكون الدولتان من العشرين اقتصادا الأكبر في العالم وبانضمام كل الاقتصادين للمجموعة العشرين بدت تبرز مخرجات جديدة على الساحة الاقتصادية الدولية بالتنسيق بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد التركي بشكل كبير هذا نتج عن مجموعة معطيات اقتصادية لامست الواقع العملي من جانب ولامست وقطفت أثارها التنسيق السياسات الاقتصادية المشتركة بين المملكة وتركيا بدت كل الاقتصادين يقدم الفرص الاستثمارية الجاذبة للاستثمار من قبل الاقتصاد الآخر بدأ كل الاقتصادين يقدم ما لديه من أوجه تتكامل مع الاقتصاد الآخر تجلى هذا التكامل في مجموعة من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل الدولتين آتت أكلها على حجم التبادل التجاري الذي بلغ كما أشار الآن في التقرير طبعا هم لم يذكروا أنه كان بداية حجم التبادل التجاري ثلاثة مليار ارتفع ليصبح 11 مليار ارتفع ليصبح 30 مليار وعلى هذا المنوان نلاحظ مدى التزايد والتسارع في حجم التبادل الاقتصادي هذا من جانب من جانب آخر حجم الاستثمارات السعودية في تركيا حجم الاستثمارات السعودية في تركيا بلغ 11 مليار في فترة من الفترات وزاد على هذا الرقم حجم كما ذكرت تقرير الآن نقطة تتعلق بعدد المشاريع المشتركة السعودية التركية بلغ 156 أو 159 مشروع مشترك منه 41 مشروع صناعي وطبعا هناك تعليق هناك نقاط يجب أن نشير إليها وننقشها بوجود ضيف كريم من مجلس الأعمال السعودي التركي أنه ما زال حجم التعاون في القطاع الخاص دون المأمول حجم التعاون على مستوى الاقتصاد الكلي بين الدولتين جيد جدا ويبشر بخير ولكن حجم التعاون على المستوى القطاع الخاص ما زال دون المأمول وما زلنا الحقيقة لم نحقق حجم استقطاب استثمار تركي في المملكة استقطاب استثمار أقصد على مستويه كرؤوس أموال وكشركاء فنين وتقنيين طبعا الاقتصاد التركي يتميز بالديناميكية طبعا هو قريب من الاتحاد الأوروبي وهو عضو في ناتو لكنه بقربه من الاتحاد الأوروبي اكتسب وأصبح قاعدة صناعية لألمانيا مثلا قاعدة صناعية لروسيا من جانب آخر أيضا مثلا بذلك لديهم خبرات صناعية كبيرة جدا نحن يهمنا في المملكة استقطاب مثل هذه الخبرات التقنية هذا من جانب من جانب آخر نحن نتطلع إلى الاستفادة من اليد العاملة التركية الكوادر البشرية المتقدمة فنيا وليس على مستوى العمالة البسيطة حيث أنه العمالة التركية هناك الاقتصاد التركي يتميز بموارد بشري هائلة أحد أهم مصادر القوة في الاقتصاد التركي أنه يتمتع بتقنيات متراكمة لدى كوادرها البشرية لأنهم مروا بنهضة صناعية كبيرة جدا وأيضا كونهم موطن استثمار للاستثمارات الأوروبية والروسية هذا راكم لديهم الخبرات الفنية نحن في المملكة يهمنا استقطاب مثل هذه الخبرات الفنية بشكل مهني عملي لأنه باستقطاب مثل هذه الخبرات نستطيع توطين الصناعات الدقيقة والصناعات المتقدمة التي تتميز بها الحقيقة التركية وقطعت فيها شوطا كبيرا جدا اليوم الصناعة التركية أصبحت تنافس الصناعات الأوروبية في مستوى الجودة والتقنية ومن حيث الطاقة الإنتاجية ومن حيث صيانة هذه المعدات وقدرتهم على توفير الصيانة اللازمة هذه كلها عوامل أهمة جدا نحقق في هذا المجال خلني بس عند بما أنك أثرت هذا السؤال خلنا ننقله بشكل مباشر للأستاذ مازن رجب أستاذ مازن يذكر الدكتور علي أنه هناك حجم التبادل وحجم القطاع الخاص السعودي داخل تركيا دون المأمول هل تتفق مع ذلك؟ وإذا كنت تتفق ما لا سبب؟ نساكم الله بالخير ومسي عليك وعلى الأخوان وعلى المشاهدين الكرام الاقتصاد التركي هو اقتصاد جاذب للاستثمارات بشكل كبير جدا الاستثمارات الخارجية هنا ومن ضمن هذه الاستثمارات الاستثمارات الخارجية بشكل عام والاستثمارات السعودية بشكل خاص وما تم ملاحظته في الآوينة الأخيرة إلى مضاعفة هذه الاستثمارات السعودية في الأسواق التركية بشكل كبير جدا والذي وصلت معه قرابة السبع مليارات دولار في حين كانت لا تتجاوزة مليار دولار قبل أكثر من خمس سنوات تقريبا فالمضاعفة هنا كبيرة جدا هي تركزت صحيح في قطاع محدد أكثر من غير وهو القطاع العقاري الا اننا شهدنا في السابق وفي الآمنة الأخيرة أيضا تنوع في هذه الاستثمارات في المجالات القطاع المصرفي في الصناعات وكذلك في الاتصالات يعني هل تتفق بما ذكر الدكتور علي ولا انه تختلف ما والله انا الان اتصلت معاكم مباشر انا ما كنت في الاستيديو فاعتذر منك على العدم سماع الحديث السابق من الدكتور ومن المشاهدين الكرام طيب أستاذ مازن حجم التجارة إذا جئنا نتكلم على القطاع الخاص التركي واستثماراته هنا في المملكة هنا كما نذكر أن هناك استثمارات قليلة ما السبب في ذلك؟ أعتقد الاستثمارات الموجودة من الجانب التركي في المملكة العربية السعودية هي معظمها في قطاع الانشاءات الشركات التركية لهم مساهمات عالية جدا في المشاريع البنى التحتية في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين سنة وهذه الاستثمارات تنامت كذلك في الفترة الحالية من خلال مشاركتهم في العديد من مشاريع البنى التحتية العملاقة في المملكة سواء كان مطار المدينة المنورة وهو أحد النماذج الناجحة والهامة والتي دائما نذكرها في الاستشهاد على المشاركات البينية المميزة بين البلدين وكذلك مساهمات الشركات التركية في محطات الأنفاق والمترو الآن في الرياض وحسب علمي هناك كثير من التحارفات أيضا السعودية التركية التي ستساهم بمشيئة الله في المحطات الخاصة في أنفاق المكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة بإذن الله جميل دكتور علي كيف هل هناك تطابق في وجهات النظر الاقتصادية بين البلدين ويليت تحكينا مدى هذا التطابق إذا كان موجود الاقتصادي طبعا الحقيقة أنه نعم هناك تنسيق وهناك محاولة تطوير وتنمية ودعم استمرارية زيادة التبادل التجاري الاقتصادي بين كل الدولتين وهذه طبعا نعكس جليا من خلال الزيارات المتسارعة والمتكررة بين قيادات عليا بين الدولتين تتجلى في عقد وابرام صفقات تجارية من جانب وعقد وابرام صفقات تعاون وعقد اتفاقيات نائية بين كل الدولتين كأحد أهم المظلات التي تنظم العلاقة بين كل الاقتصادين هناك لا شك هناك حجم كبير من الرؤى المشتركة بين كل الاقتصادين ولكن أيضا أنا ما أدعو إليه مجلس الأعمال للسعودي التركي تحديدا بحكم أنه يعبر عن سياسة القطاع الخاص بعيدا عن سياسة الدولة فلنقول بشكل مستقل نوعا ما أنه نحن نتمنى على مجلس الأعمال التركي استقطاب الاستثمار التركي في المملكة العربية السعودية بشكل ملموس الآن الذي أشار إليه الزميل أن هناك حجم استثمارات في قطاع المقاولات طبع قطاع المقاولات يعني نعم يقدم خدمات ولكن ماذا يصنع يعني ما هي الفائدة الاقتصادية للمضافة للاقتصاد الوطني نحن نريد استثمارات صناعية تعمل على خلق وظائف مثلا نحن نريد استثمارات طبية تقدم خدمات طبية وتوظف أبنائنا وتنقل إلينا خبراتهم الفنية نحن نريد استثمارات تقنية تقوم على نقل الصناع التقنية الدقيقة والمتقدمة نحن نريد استثمارات حقيقية تقوم في البال التجارية يعني تقدم إضافة الاقتصاد المملكة الاستثمار في القطاع المقاولات هو استنزاف الحقيقة لدوراتنا المالية منافسة شركات سعودية شركات سعودية موجودة وشركات أجنبي أخرى تقوم بنفس المقام حجم التكامل الحالي الذي المراقب العام الاقتصادي حينما يرى التفاقيات التي تتبرا بين الدولتين يتأكد أنه هناك مثل ما أسلفت نسبة تكامل وتطابق في الرؤى هذا يعني تبادل المنفعة وليس فقط نحن نعلم مع واقعا الكل يعلم أنه بنيت مدن في تركيا بالأموال السعودية والاستثمارات العقارية السعودية تحققت تركيا نهضة نوعية في القطاع الاستثمار العقاري على مستوى العالم أصبحت رابع أكبر منطقة جد بالاستثمار العقاري من الأموال السعودية التي تدفقت إليها بالمقابل هذا حقهم وهذا شيء طيب للمواطن السعودي أن يستثمرون ويحقق مكاسب ولكن أيضا من حقنا نحن كدولة مصدرة لهذه الاستثمارات أن نستقطب الاستثمارات التركية بدلا أن تذهب لدول بدون ذكر أسماء معينة في الجوار أو في المحيط الأقليمي يجب أن تأتي إلى السعودية كنوع من تحقيق هذا التكامل وكنوع من رد الجميل وكنوع من تعزيز هذه العلاقة الاقتصادية بين الدولتين بحيث أنه الحقيقة تصبح العلاقة في كل كفتيها مستفيدة طبعا الحكومة السعودية استثمرت بشكل كبير عبر صنادق الاستثمار السعادية في التقنيئات التركية والحقيقة حققت نوع كبير جدا من اختراق هذه السوق التركية وأصبحت ذات ثقل مميز بالتالي نحن نتأمل من القطاع الخاص أن يستفيد من هذا الزخم الحكومي باستقطاب استثمارات تركية خاصة أن المملكة تقدم تسهينات للمستثمر الأجنبي لا يحصل عليه في تركيا تقدم له قروض أراضي تراخيص تسهيل تذليل كل العقبات طبعا مع الرؤية للوطنية 2030 نحن نستهدف فعلا إلى تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة تعزيز حجم الاستثمار من أن يأتي من الدول الصديقة من الدول ذات العلاقة المستفيدة من اقتصادنا بالتالي هي من باب أولا أن نتكامل معها والاستثمار الأجنبي الحقيقة التركي ذو قيمة في الاقصاد العالمي هناك استثمارات في دول أوروبية ودول إسلامية ودول خليجية المملكة العربية السعودية أنا أتمنى على الأخوان في مجلس العمال السعودي التركي أن يقدموا فرص الاستثمار المتاحة في الاقتصاد السعودي بشكل جذاب ومنطقي ومغري للمستثمارين التركيين الذين حتما حينما يرون أنه هناك فوائد حقيقية سيستفيدون منها سيقدمون على ولا سيئة ما يا أخي بين قوسين في ظل تكامل السياسي بين الدولتين وموقف المحكومة المملكة طبعا كان واضح أنه خادم الحرمين يتصل مباشرة بعد حدوث الانقلاب الأخير على أبدوغان وهنأه بسلامة وشخصية وعودة الشرعية للأمة التركية بالتالي هناك تناهم وانسجام كامل بين الرئيس السعودي والتركية وتجلى واقعا في الميدان العملي بالتالي الحقيقة أنا أعتقد أنه الميدان التكامل الاقتصادي متخلف عن التكامل السياسي والتنسيق الدولي الموجود بين حكومة المملكة والحكومة وهنا يقع لعب علما على مجلس العمال السعودي التركي الذي يمثل ذراع التنفيذي للقطاع الخاص والذي يجب أن يعمل على ترجمة هذا التكامل إلى مصالح الاقتصادية محققة للوطن السعودي والاقتصاد الوطني جميل سيد مازن يعني هذا ينقلني للسؤال التالي أيضا ما هو دور مجلس العمال السعودي التركي في تعزيز الاستثمار في استثمارات جديدة تضاف إلى اقتصاد البلد يعني وجدنا كثير من القطاعات اللي يدخلونها المستثمرين الأجانب لا تضيف للاقتصاد السعودي لكن ما هو دور المجلس لديكم في تعزيز هذا الاستثمار اللي يضاف لإقتصاد البلد أخي الكريم أود أولا أن نوضح بعض النقاط في ما ذكره الزميل الكريم لديكم أولا بخصوص الاستثمار في المجال المقاولات والإنشاءات هو ليس فقط شركات تأتي لتحقيق ربحيات محددة من عقود أو مشاريع حكومية أو خاصة كانت وتنتقل بهذه الأرباح إلى بلادها مرة أخرى فالشركات التي تأتي دائما ما تأتي بالتقنية وتأتي كذلك بتطوير أنظمة البناء وتحقق فرص عمل أيضا للمقاولين الذين يتضامنون معها في الأعمال أو يأخذون أعمال منها من الباطل هذا أولا ثانيا التكامل بين الدول يكون بموجب أو بمبدأ الميزة النسبية لكل دولة على الأخرى فنجد على سبيل المثال في التبادل التجاري أن المملكة تتفوق على تركيا في الميزان التجاري طوال السنوات الماضية لأن صادرات المملكة إلى تركيا أكثر من صادرات تركيا إلى المملكة فإذا كان الاستثمار الآن السعودي الموجود في تركيا أكبر من الاستثمار التركي الموجود في المملكة فهذا لا شك لأن هناك ميزة نسبية أو تنافسية أعطيت للمستثمر في المجال العقاري بأن هناك نهضة عقارية كانت في السنوات الماضية مما دعا إلى وجود هذه الأموال السعودية الموجودة في السوق التركي وكذلك لا نستطيع أن نقول أن الأموال السعودية والخارجية هي من بنت المدن التركية فهذا في جانب من الصواب الحقيقة وإنما الاستثمارات الخارجية الموجودة في السوق التركي تشمل كافة الدول وهناك دول مثل روسيا على سبيل المثال ومؤخرا من جنسيات من الدول العربية الأخرى تنافس أيضا المملكة في الوجود الاقتصادي في السوق التركي أما فيما يخص الشق الثاني مما ذكرته هو الزميل بدور مدلس الأعمال فأنا أؤكد لكم بأن ما ذكرته صحيح وعلى مدلس الأعمال ومجالس الأعمال بصفة عامة يقع مسؤولية كبيرة وهامة في ترجمة السياسات الاقتصادية للدولة وهذا تماما ما نحن نقوم به على مدار السنوات الماضية والقادمة حيث من أهم أعمال مجالس الأعمال هي نقل السياسات الاقتصادية والميزة الاقتصادية والتنافسية للمملكة لجميع دول العالم لاستقطابها واستقطاب أموال المستثمرين لإيجاد نقلة حقيقية في الاقتصاد المحلي وهذا ما قمنا به بالسابق ونقوم به حاليا وأبشرك والزميل والإخوة الكرام أن هناك استثمارات على الوجه الأخص بالنسبة للتركيين في قطاعات التغذية في أيضا استثمارات الاتصالات الخاصة بالصناعات العسكرية كذلك في الموانئ هذه كلها استثمارات والله الحمد في قطاع السيارات والمعدات والنقل هذه كلها الآن أبرمت اتفاقيات خلال العام الماضي وجاري تأسيس هذه الشركات وستظهر إلى النور بمشيئة الله تعالى في مدننا الاقتصادية العزيزة إن شاء الله دكتور علي عندنا المنشاة الصغيرة متوسطة تعتبر يعني معضلة للاقتصاد حتى تبدأ بالعمل عجلتها بدون توقف عندنا أيضا دولة شقيقة من دول العشرين الاقتصادية الكبيرة مع المملكة العربية السعودية تريد أن تزيد من حجم استثماراتها كيف ندعم المنشاة الصغيرة متوسطة وأيضا عن طريق هذه الدول التي نحتاج إلى خبراتها أيضا في هذا المجال الحقيقة تتربط بين عصرين مهمين جزء يتعلق أو محور يتعلق بكيف ندعم قطاع المنشاة الصغيرة متوسطة وهي مكون رئيسي وهام جدا في الاقتصاد الوطني وكيف نعزز العلاقة وتوطيد العلاقة الاقتصادية المتبادلة مع الاقتصاد التركي وكيف نربط بين هذين العصرين كيف نوظف تعزيز الاستثمارات الأجنبية في دعم قطاع المنشاة الصغيرة المتوسطة وهذا بالفعل نقطة مهمة جدا وشكرا لطرحها لأنه دور المخطط الاستراتيجي الاقتصادي في المملكة العربية السعودية هو كيف يستفيد من تعزيز عوامل ونقاط القوة في المكامل الاقتصادي السعودي وكيف نعمل على حل وعلاج نقطة الضعف طبعا مستوى أداء المنشاة الصغيرة المتوسطة حاليا لدينا هو أحد نقطة الضعف التي نعاني منها المهم في الموضوع بسبب حجم الشركات صغير جدا حجم الشركات صغير جدا وتعاني كثير من المشاكل وطبعا هذا الموضوع نقشنا كثيرا في العلام وغيرها ولكن نوقع الآن السؤال هو كيف نستفيد من تعزيز دعم الاستثمار الأجنبي وتوظيفه لسد الثغرات القائمة حاليا في هذه الفجوة الواقع أنه أتمنى وأكيد أنه المخطط الاقتصادي في المملكة سيأخذ بهذا الكلام أو قد يكون أخذ به فعلا أنه في دراسة جذب الاستثمار الأجنبي يراعى احتياج الاقتصاد المحلي وبالذات القطاع المشاكل الصغير والمتوسط على سبيل المثال نحن مثلا نريد استقطاب استثمارات أجنبية في قطاع الصناعات نراعي أن يكون في إبرام هذه الاتفاقات أن يكون هناك دور للمنشآت الصغيرة المتوسط الصناعية في المملكة نحن مثلا نريد استقطاب استثمارات مثلا خدمية أو مقاولات كما أسلم في الزميل نراعي دور المقاول السعودي نراعي دور المنشآت السعودية سواء المتوسطة أو الصغيرة حتى الصغيرة بحيث أنه يلزم المستثمر الأجنبي في إبرام الاتفاقيات معه أنه أنت مثلا تعمل على خلق فرص استثمارية لهذه المنشاة الصغيرة مستثمر الآن سوف يعمل على تشغيل أي مشروع بأتي حكومي من سيكون المستفيدة المنشاة الصغيرة ومتوسطة مستثمر سيعمل على مثلا تشغيل مثلا تسلف زميل في قطاع النقل والمواصلات من سيستفيدهم المنشاة الصغيرة ومتوسطة لذلك يراعى أنه يحدث هناك نوع من التكامل الحقيقي الفعلي أو أكد التكامل الفعلي وليس بمجرد الرغبات والأماني على مستوى الأرقام على مستوى الدراسات الاقتصادية التي تعد لهذه المشاريع يجب أن يراعى دور المشاة الصغيرة ومتوسطة وكيف تتكامل أما إذا كان الاستثمار الأجنبي مثلا سيكون بديل أو منافس فهذا استثمار ظار هذا استثمار يكون ذعاء سلبي على الاقتصاد الوطني نحن نريد استثمار أجنبي يتكامل مع المشاة الصغيرة ومتوسطة يعزز دورها يخلق لها فرص استثمارية وفرص بقاء لا أن يكون منافسا لها وبدلين لها كما هو الحال حاليا للأسف يعني القائل الأجنبي يعمل على توظيف عمال أجنبية بعيدا عن السعودي لماذا لأنه أقل تكلفة ولأنه بين قسين وبين هلالين كبيرين جدا أنه الرقابة عليه ضعيفة إلى حد ما تسمح له بحدوث مثل هذا التجاوز لذلك أرجو معالجات مثل هذه اللقاط الضعف يعني أنا أقول لك للاقتصاد في أي دولة في العالم هناك من يبدأ استثماراته يستخدم استثماراته أجنبية ولكن اقتصاده العام لا يستفيد صح أو لا يعني إلى حد ما هو الحقيقي مدام أنه دخلت أموال جديدة إلى الاقتصاد الوطني فبعنات هناك إضافة للاقتصاد ولكن نحن نريد تعزيز دور هذه الأضافة بتأكيد دورة رأس هذا المال في الاقتصاد الوطني هذا دور مين اللي يركز هذا الشيء؟ المخطط الاستراتيجي الاقتصاديدي الاقتصادي السعودي هو من تقع عليه المسؤولية دور مجلس الأعمال هو تطبيق الخطط والاستراتيجيات المرسومة لهم وطبعا هم لهم لمسات إضافية كونهم رجال أعمال وعاملين في المجال فيفهمون بشكل جيد يعني تطبيق هذا السياسات جميل سيد مازن عندي أكثر من شيء هنا حول العلاقات الثنائية ما بين مملكة العربية السعودية والاقتصاد التركي عن منها فتح مكاتب للخدمات التجارية في تركيا وأيضا فتح المباشر للخط البحري للدولتين متى سوف نراه بالقوة الكاملة بخصوص المكاتب التجارية طبعا هي موجودة الآن وتوجد مثريات تجارية في المملكة العربية السعودية لجمهورية تركيا الشقيقة وتوجد مكتب تمثيلي أيضا للملحقية التجارية السعودية في أنقرة وفي إسطنبول وهذه المكاتب تؤدي دور الإبراز الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في الدولتين ولنا في مجلس الأعمال تنسيق كامل مع هذه البعتتين سواء كانت في إسطنبول أو في أنقرة إضافة إلى البعتات الدبلوماسية لا نحتاج إلى فتح مكاتب أخرى بخصوص سؤالك المكاتب الأخرى هذه طبعا تكون مبنية بناء على الدراسات الاقتصادية توجد مكاتب تجارية خاصة تقدم الدراسات الاقتصادية للمستثمرين وكذلك أيضا تقدم الفرص التسويقية نحن على سبيل المثال من ضمن هذه المكاتب التي تؤدي هذا الدور فنحن من ضمن أهدافنا الأساسية والواجب المناطبنا أن نقدم الفرص والاستثمارات المتاحة في السوقين لمن يرغب من مستثمر سعودي أن يكون هناك أو العكس صحيح جميل تدشين الخط الملاح البحري سؤالك الثاني بخصوص موضوع النقل البحري هذا تم الله يسلمك الآن في خط مباشر والله الحمد من إسطنبول إلى ميناء الملك عبد الله الاقتصادي في مدينة رابغ وهو من أهم الموانئ التي أنشأت حديثا والتي يتوقع لها أن يكون بإذن الله مستقبل زاهر والخط يعمل منذ أكثر من ستة أشهر وساهم كثيرا في حل مشكلة نقل البضاعة التي كانت عن طريق البر وتوقفت بعد المشاكل الخاصة في سوريا جميل الساد مازن رجب عضو مجلس الأعمال السعودي التركي شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذه الفقرة وأيضا الدكتور علي بو خمسين رئيس مركز التنمية والتطوير للإستشارات الاقتصادية شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذه الفقرة شكرا جزيلا شكرا شكرا